بسم الآب والابن والروحة الكدس الإله الواحد آمين أهلا بكم أحباء قناة ترانيم جوهرة السماء وأعود لكم عن السنين التي أكلها الجراد يوئيل 225 رسالتك النهاردة من العدرة مريم أم النور بتقولك أيها الحبيب يا من إنحنيت بسبب قصوة الظروف وملأك الحزن العميق وأصابك ما أصابك من الضيق وأتلف ما بداخلك من أمل وأصبحت في قمة الضعف واليأس أصبحت فريسة سهلة لجراد الحياة اطمئن أخيرا ستنتهي هذه السنة بكل ديقتها وأحزنها ومتاعبها وستأتي سنة جديدة بكل خير وفرح وسلام لحياتك لأنك لم تكن تعلم أن كل ما حدث لك لم يكن بالصدفة والجراد الآكل لم يأتي من طلقاء نفسه الله أراد أن يكون لخيرك فلا تشك في وعود الله وأمانته لأنه سوف يعود لك عن السنين التي أكلها الجراد وربنا عنده خطة لخيرك وسوف تبدأ من الآن وسترى البركات تملأ حياتك آمن فقط ولن يتركك أبدا وسيكون التعويض بقدر ما أكل الجراد بل سيرد عليك دعفين زكريا 19 كما قال أيضا أعود لا بد أن يعود بحسب غناف المجد في لبي 419 صدق لأن إلهك أبو الرأفة وإله كل تعزية وهو سوف يعطي فايد من التعزيات ومهما كانت خسرتك سوف يعودك ويفرح قلبك في العام الجديد لن يتركك تأن بعد اليوم إله المحبة والسلام يرى ويسمع ويعمل ويعود مهما كان ضعفك تذكر أنه قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل كورنسوس الثانية 12-9 انتظر إلهك سوف يغير كل ما مضى إلى جديد أنا بطمنك يا ابني وبقولك ربنا بيحضر لك أحلى تعويد وهيفرحك وهتكون مجبور الخاطر اتطمن هيستجيب وهو له كل المجد عارف أمنيتك وأحلامك اللي نفسك تحققها من زمان وعارف كل خسارة خسرتها هيعوضك عوض كبير من عنده وهيحقق كل شيء نفسك فيه لأنه عارف كل حاجة وعارف قد إيه أنت صبرت سنين طويلة كاشف الأسى والتعب وغيره من الظروف الصعبة وشايف إن شلتك تقيل عليك سك أن الله هيشيلك ويشيل شلتك وهيعدي بيك لبر الأمان اتطمن جدا إلهك يسوع المسيح هيعدل هالك ما تشيلش الهمة أبدا وفتكر إنه حفظك طول الوقت اللي فات وعمره ما هيسيبك طول الوقت اللي جاي سيحفظك على طول الزمان وصوف يظل عليك بسطر محبته ويحميك من كل شر أنت منقوش على كفه محفوظ في عينيه ساكن في حضنه وهو أبوك الحنون الذي لا يمكن أن ينسى ابنه ما تفكرش كتير وريح بالك سبها لرب التدبير اللي هيفرحك وهيبارك لك في كل ما تمتد إليه يدك وهيخرج بيك من الضيق إلى راحب الطريق وهيسندك في شدتك وسوف يسدد كل خطواتك ويسدد كل احتياجاتك ويفتح لك أبواب الرزق والخير والسعادة قلق عليه كل همك فهو يعولك ولا تقلق من أي شيء والأمور اللي مضيقاك وشغل بالك اترحى عنك وتركها أمام السيد المسيح وهو عليه كل التدبير وسوف يعطي حلول لم تكن تتوقعها ومشاكلك الكتير خلاص هانت وهترتح منها لأن ربك أرسلك مرحم السمائية وهيفرحك وهيحلها بأبسط طريقة انتظر عمل الرب العظيم ثق انه هيريحك وهيجبر بخطرك عن كل شيء تسبب في تعبك وهيفرجها عليك مهما كنت مش شايف تدبيره دلوقتي لكن اتطمن وتأكد ان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله اتطمن فاتك كتير مش باقي إلا القليل لا تخف يسوع المسيح سائر معك لا يتركك ولا يهملك لأنه صاحب التدبير الإلهية وتكون بخير دايما وأيامك الجاية هتكون كلها أفراح سماوية يعني لازم تكون متطمن فرحتك جيالك في أقرب وقت خليك واصك فيه لأنه عينه عليك من أول السنة إلى آخرها فقد رأى دموعك وسمع لصلاتك وأناتك وتنهداتك حتى صمتك هو حاسس بي هيستجيب وهيشفيك من أمراضك وهيداوي جراحاتك وألامك وسوف تتحول دموع الحزن لدموع أفراح وتهليل وسوف تشكره من كسرة الخيرات والتعويضات والأفراح التي ستملأ حياتك تذكر أن كل شيء مستطاع للمؤمن انتظر عمله بإيمان سك إنه هيعينك وهيقف جنبك في كل أمور الحياة وهيبطل مؤامرات الأعداء الخافيين والظاهرين ضدك وهيفتح أمامك أبواب لم تكن تتوقع أنها ستفتح لأنه إله المستحيلات اتطمن عوضه هيكون معجزة كبيرة لك وسوف تحدث بمجد الله وبكم صنع الله لك من خيرات بس أنت أقول يا رب إلهك إله حنان هيحقق كل اللي أنت نفسك فيه ومش قادر عليه وهيراضيك بحسب غناء ومجده وهيصرف بطريقته حتى لو تأخر آمن وصدق إن ده كله الخيرك هو مش نسيك لكنه له معاد وله ترتيب وحكمة في اختيار الوقت المناسب لك عشان الفرحة تبقى عظيمة وهينسيك كل اللي أنت شفته وهيديك ويراضيك أضعاف أضعاف عن اللي أنت مرد بيه في حياتك تعويضاته ملهاش حدود خليك واصق إن ربك يسوع المسيح شايفك ومقدر تعبك وبيرتب لك أمور حياتك اللي جاية وسوف يفعل عجائب لا تخطر على بالك وافتكر إنه قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وأنا أريحكم يعني معاك وعد إلهي بأن مهما كان تعبك هو لازم هيريحك وهيفرحك وهيعوضك وهيملح حياتك من خيره وسلامه ومحبته وكل ده بالمجان لأنه دفع سمنك غالي جدا بجزده ودمه الطاهرين يعني أنت غالي جدا عنده هيحتضنك وهيعبر بيك لسنة التعويد والخير والبركة والفرحة والسلام والسعادة والمحبة والنجاح والتقدم ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين سلام المسيح يكون معاكم اشتركوا في القناة